الموضوع حاجة الإنسان والحيوان إلى التنقل الهدف تعرف دوافع التنقل عند الإنسان والحيوان أبحث أذكر أنشطة مختلفة أقوم بها خلال اليوم من بين الأنشطة التي أقوم بها خلال اليوم أذهب إلى المدرسة ممارسة الرياضة اللعب أجري ثم أمشي على التراب أعود إلى آثار قدمي ألاحظ كيف تتنقل الحيوانات؟ تختلف طرق تنقل الحيوان من حيوان إلى آخر فهناك حيوانات تعتمد على أجنحتها للطيران وأخرى على بطونها للزحف وأخرى على زعانفها للصباحة وأخرى على قوائمها للتنقل قفزاً أو عدواً أو مشياً لماذا هي تغير سرعة حركتها أحياناً؟ تغير الحيوانات سرعة حركتها أحياناً حسب الوضع التي هي فيه فمثلاً عندما تكون متأهبة لاستياد فريسة فستتغير حركتها من وضع المشي إلى جاري بسرعة فائقة الإشكالية لماذا يتنقل الإنسان والحيوان؟ أعبر لماذا يتنقل الإنسان؟ يتنقل الإنسان لعدة دوافع وأسباب تحتم عليه التنقل من مكان إلى آخر من بينها الذهاب إلى المدرسة الذهاب إلى العمل الذهاب إلى التنزه ممارسة الرياضة لماذا يتنقل الحيوان؟ يتنقل الحيوان لعدة أسباب منها للبحث عن الغذاء صيد فريسة الهرب من عدو والهجرة هل يتنقل الإنسان كما يتنقل الحيوان؟ نعم تتشابه طرق وأسباب تنقل الإنسان والحيوان فعند تنقل الإنسان للعمل فهو يتنقل بحثا عن قوته أي بحثا عن الغذاء عند هجرته بحثا عن مكان وظروف ملائمة للعيش مثله مثل تنقل الحيوان أثناء الهجرة أتثبت ألاحظ حيوانات وأذكر سبب تنقلها القط يتنقل لاستياد فأر الطير يطير للبحث عن قوته وجمع القش لبناء عشه أفراد العائلة والجيران يتنقلون يوميا أذكر أسباب تنقلهم من بين أسباب تنقل أفراد العائلة والجيران أذهب إلى المدرسة أذهب إلى العمل ممارسة الرياضة أذكر كيف يتنقل الإنسان في حديقة عمومية على الشاطئ في البحر في حديقة عمومية الماشي الجري على الشاطئ الماشي الجري في البحر السباحة ألاحظ الصورة السابقة هل تحقق التنقل في كل الحالات؟ تحقق التنقل في الحالة الأولى والثانية أما الثالثة لم يتحقق الإصابة الكلب بأذى في رجله أعلم يتنقل الإنسان لأنه في حاجة إلى تنشيط جسمه ويتنقل لقضاء شؤونه المتعددة يتغير نمط تنقله وسرعة حركته حسب الظروف التي يوجد فيها وتتنقل الحيوانات للبحث عن غذائها أو للتكاثر أو لاجتناب عدوها أو للبحث عن ظروف ملائمة مثال الهجرة وهي تغير سرعتها حسب الظرف الذي توجد فيه أطبق عندما تمرض وتلازم الفراش بماذا تحس بعد بقائك فترة ملازما الفراش؟ أعلّل إجابتك عند ملازمة الفراش بسبب المرض مدة زمنية معينة أحس بالخمول والتكاسل لأني لم أمارس أي حركة تنقل أو حتى قليلا من الرياضة تأمل الصور التالية إذا أمن من بين هؤلاء تشعر بالشفقة لماذا؟ أشعر بالشفقة إذا الحالة الثانية لأنه شخص فاقد للحركة الجزئية ولا يستطيع القيام بالتنقل بحركية تامة وحرة قدم نصيحة متصلة بالصورة رقم 2 أنصح كل من تشابه حالته الحالة المعروضة في الصورة الثانية الالتحاق بالمراكز الرياضية المتخصصة بتأهيل ذوي الاحتياجات الخصوصية هل يمكن أن يكون سبب التنقل واحدا عند الإنسان والحيوان بين ذلك مستعينا بالصورتين نعم يمكن أن يكون سبب التنقل واحدا عند الإنسان والحيوان مثل ما تبينه الصورتين فالسبب هو الهجرة عمر المخطط التالي التكاثر البحث عن القوت التنزه الهروب من العدو البحث عن ظروف ملائمة أقيم مكتسباتي أتمم يتنقل الإنسان للدراسة وللعمل وللتنزه يتنقل الحيوان للبحث عن الغذاء وللهروب من العدو وللتكاثر أسئلة للتوسع هل تعرف كائنات لا تحتاج إلى التنقل؟ أذكرها الكائنات الوحيدة التي لا تحتاج إلى التنقل هي النبتات أنت تحتاج إلى التنقل أذكر كيف تقوم بذلك أتنقل مشياً وعدواً أبحث عن صورة أو أرسم حيواناً يطارد فريسة شاباً يمارس رياضة العدو ماذا تلاحظ من خلال الرسمين؟ ألاحظ أن في كل الصورتين التنقل المعتمد هو العدو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر